خبر بمليون جنيه فعلاً لكل المصريين مشروع استثماري ضخم للسعودية في مصر بعد صفقة الإمارات وانهيار كبير للدولار في مصر بعد أكبر صفقة في تاريخ مصر والعناية الإلهية تحمل الخير للمصريين مفاجأة صارة بشأن مياه النيل خلال أيام وما علاقة سد النهضة بننشر التفاصيل ومفاجأة شخص يفضح المتورطين في قضية رشوة الجمارك الكبرى والقرار نهائي مكافأة شهرين كاملين مفاجأة صارة تنتظر ملايين الموظفين خلال أيام بالتفاصيل وانهيار سعر الدهب الجرام وصل للرقم ده بعد انهيار الدولار في السوق السوداء في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار الجديدة أول بأول لحد عندك وضغط أيضا على زرار أعجبني عاوزين نوصل ليه ألفين لايك على هذا الفيديو انتوا قدها وتوصلونا وقبل ما نبدأ في الأخبار نبلد تعليقات بالصلاة على الحبيب محمد نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا وخبر بمليون جنيه فعلا لكل المصريين مشروع استثماري ضخم للسعودية في مصر بعد صفقة الإمارات حكومة المصرية هتطرح مشاريع جديدة بعد صفقة الإمارات مصدر مصر تايمز قال إن الحكومة هتطرح مشاريع جديدة بعد صفقة تطوير رأس الحكمة مع الإمارات من بين المشاريع دي رأس جميلة في شرم الشيخ هتطور رأس جميلة بالتعاون مع السعودية زي رأس الحكمة وهتعلن التفاصيل الكاملة في الوقت المناسب من مجلس الوزراء رأس جميلة بتطلع البحر في شرم الشيخ وجزير التيران وصنافير وملاصقة المطار شرم الشيخ هيتعمل في المنطقة مشروع فندقي كبير وفندق 4 نجوم بـ 844 غرفة و1288 شقة فندقية وزير قطاع الأعمال العام قال إن رأس جميلة هيتم طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص الأجنبي والمحلي مساحة رأس جميلة 860 ألف فدان وهيتم التعاون بين الوزارات المعنية وبينها وزارة الإسكان رأس الحكمة مفتاح المشاريع القادمة وبوابة الاستثمار لمصر المصريين عارفين كويس أهمية رأس الحكمة في أي مشروع في المستقبل رأس الحكمة هتفتح مشاريع جديدة وإحنا بنتكلم هو على مشروع جديد اسمه رأس جميلة زي ما بيقول المثل العقل زينة رأس الحكمة يعني التخطيط السليم والتنفيذ المتقن والرؤية المستقبلية لمشروعات مصر القادمة المشاريع القادمة اللي هتتشبه مع رأس الحكمة هتفتح أبواب جديدة للاستثمار في مصر ودي مشاريع مش هتعتمد على الابتكار وروح المبادرة وهتخلق فرص عمل جديدة وهتحسن من مستوى المعيشة للمصريين وهتساهم في تنمية الاقتصاد المصري المستثمرين بيحبوا يحطوا فلوسهم في مشاريع مضمونة النجاح وده اللي هتوفروا رأس الحكمة ورأس جميلة وهتوفر للمستثمرين خطة واضحة هتطمنهم على مستقبل استثمارتهم وهتشجعهم على ضخ المزيد من الأموال في مصر وفي مشاريع أخرى كلنا عارفين أن مصر عندها إمكانيات كبيرة عندنا شباب متعلم ومتحمس وعندنا فروات طبيعية هيلة وعندنا موقع جغرافي متميز المستقبل بأدينا كلنا مسؤولين عن بناء مستقبل أفضل لمصر رأس الحكمة هتساعدنا على تحقيق ده خلينا نبدأ من دلوقتي وننمي مهارتنا وانطور أفكارنا وخلينا نشجع الابتكار وروح المبادرة وخلينا نساهم إن شاء الله في بناء مصر الجديدة أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وانقل لكم خبر آخر انهيار كبير للدولار في مصر بعد أكبر صفقة في تاريخها السوق السوداء للدولار في مصر شافت هبوط جامد جدا في 48 ساعة اللي فاتوا بس الدولار نزل من 64 جنيه لخمسين جنيه دلوقتي يعني نقص حوالي 14 جنيه والناس اتخضت ووقفت البيع والشراء خالص في السوق الموازية كل ده حصل بعد ما مجلس الوزراء أعلن عن ضخ استثمارات جديدة بـ 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة الدنيا تقلبت في السوق الموازي ومحدش عارف قيمة الدولار الحقيقية دلوقتي ومع هبوط الدولار الدهب كمان نزل لأقل مستوى في آخر 3 شهور جرام الدهب من عيار 21 اللي هو أكثر عيار بيبيع في مصر بقى 3000 جنيه بس ناس دلوقتي مش عايزة تشتري دهب كتير عشان الدولار رخيص في السوق الدهب الدولار دلوقتي محسوبة على 52 جنيه يعني تسعير الدهب بيعتمد على الدولار بـ 51 جنيه ده دليل إن الدولار في السوق السوداء أرخص من كده بكتير وخلي بالكم إن الأسعار لسه هتنزل وأنا متوقع إن شاء الله إنه هيكون فيه تعويم قادم وقريب جدا وهتقول إن أنا قلت حاجة زي كده هيبقى فيه تعويم قريب جدا مع دخول المليارات 35 مليار دولار في خلال شهرين هيبقى فيه تعويم بقى لإن خلاص حضرتك مستثمر أو يعني تاجر عاوز تشتري حاجات من بره لزوم الشغل بتاعك هتدفع بالسعر الجديد أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وأنقل لحضراتكم خبر آخر والعناية الإلهية تحمل الخير للمصريين مفاجأة صارة بشأن مياه النيل خلال أيام وإعلقته بسد النهضة فيه أخبار مهمة عن سد النهضة ومحيرة فيكتوريا والنيل الأزرق أول حاجة هاني إبراهيم الباحث في الشأن الإفريقي بيقول إن فيه خبر حلو منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا ارتفع شوية وده مهم لأن بحيرة فيكتوريا بتمد مصر بـ 19% من مياه الفيضان وفعلا منسوب بحيرة فيكتوريا ارتفع من 5 فبراير لـ 15 فبراير بتلاتة واربعة من عشر مليار متر مكعب وده يعني إن المتر رفع خمسة سنتي هاني إبراهيم بيقول إن ده شيء مبشر وإن شاء الله المنسوب وإن شاء الله المنسوب هيكمل ويرتفع في الشهرين الجايين ولو رفع 22 سنتي زيادة هيبقى قريب من الرقم القياسي وأعلى منسوب للبحيرة كان في مايو 2021 و2020 وسنة 1964 هاني إبراهيم بيقول كمان إن بحيرة كيوجا اللي هي تاني بحيرة مهمة في حوض النيل منسوبها رفع 9 سنتي في نفس الفترة لكن في نفس الوقت بجرى النيل الأزرق فيه تراجع كبير وده مش حلو لأن نهر النيل الأزرق هو المصدر الرئيسي لمياه النيل بالنسبة لسد النهضة فما فيش جديد الممرين اللي بيمروا منهم المياه أو الاستخدام المياه لسه وقفين والتوربينات المنخفضة اللي هم اتنين بس هم اللي شغالين وده يعني إن كمية المياه اللي بتمر أقل من احتياجات مصر والسودان هاني إبراهيم بيقول إن أعمال تعليق الممر الأوسط لسه مستمرة وإن منسوبه وصل ل625 متر ومنسوب بحيرة السد دلوقتي 615 متر وده أقل من العتبة الخارجية المدخل بوابات المفيض وساعة البحيرة دلوقتي 38 مليار متر مكعب وده أقل من ساعة الملء الأول للسد اللي كانت 49 و3 من 10 مليار متر مكعب هاني إبراهيم بيحذر من التراجع مجرى النيل الأزرق خطر جدا وأخيرا الأمطار اللي بتنزل في دول أعلى نهر النيل هي اللي رفعت منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا والله أعلم إيه اللي جاي يعني هنشهد إيه في الفترة القادمة هل ممكن يكون فيه مفاوضات أخرى معينا أعتقد أن المفاوضات يعني ملهاش أي لازمة في الفترة الحالية لأن إحنا بقلنا دخلين في الخمستاشر سنة تقريبا بنتفاوض على موضوع سد النهضة وموصلناش لأي حاجة أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وإيه ننتقل مع بعض الخبر آخر طبعا كلنا فاكرين رشوة الجمارك الكبرى أو قضية رشوة الجمارك الكبرى شخص بيفضح المتورطين في القضية الشخص اللي كان مدير عام في الجمارك محمد ريه اتضح إنه بيجمع فلوس من هنا وهناك قبل ما يمسكوه حس إن فيه خطر وبدأ يعمل حسابات لفلوسه وممتلكاته الشاهد الحداشر خالد ألف قال في التحقيقات إن محمد ريه كان خايف من الجهاز المركزي للمحاسبات وبدأ يشتري فيلال من شركة ماونتين فيو في يناير 2023 محمد ريه اشترى وحدتين سكنيتين من شركة ماونتين فيو بمبلغ 19 مليون جنيه دفع 3.8 مليون جنيه كاش واتفق على سداد الباقي على أقصاد بشيكات لكن في مارس 2023 طلت تغيير طليقة سداد الأقصاد إلى سداد نقدي مباشر وخبى الشيكات عن البنوك في يونيو 2023 اتصل محمد ريه بخالد ألف من السجن وطلب منه إلغاء التعاقد عن الوحدتين ويوافق خالد كل ده عشان محمد ريه كان خايف من التحقيقات وحاول يخفي فلوسه بس الحقيقة هتظهر واللي سرق هيرجع اللي سرق أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر طبعا محمد ريه وأحمد دال ويعني الأسامي طبعا ما ينفعش أن احنا ننشرها وطبعا حتى الموقع مش نشر الأسامي لأن الأسامي ما ينفعش تتنشر لأن التحقيقات شغالة أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر والقرار نهائي مكافأة شهرين كاملين مفاجأة صار تنتظر ملايين الموظفين ولكن بشرط خلال أيام هتلاقي نفسك بتسأل كتير عن تعويض أيام الأجازات اللي بتضطر أنك تشتغلها عشان ظروف الشغل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسم الجدل ده كله قال لك أنك ليك الحق تاخد أجازة بأجر كامل عن أيام الأعياد والمناسبات الرسمية اللي بيحددها رئيس الوزراء لو اشتغلت في العطلات دي عشان ظروف الشغل هتاخد أجرك مضروب في اتنين يعني هتاخد أجر يومين بدل يوم واحد وهتلاقي قرار رئيس التنظيم والإدارة رقم 17 لسنة 2012 بيقول أنك بتستحق التعويض عن يوم العمل الأجر المضاعف لو مقدرتش تاخد أجازة بدل يوم العطلة الرسمية بس ده طبعا بشرط أنك تشتغل في يوم العطلة الرسمية بقرار من صاحب العمل بالنسبة ليوم الجمعة والسبت فلو اشتغلت فيهم هتاخد مقابل نقدي أو أجازة بدلا عنه يعني هتلاقي نفسك بتاخد حوالي شهرين مكافأة كتعويض عن العمل أيام الأجازات طول السنة فما تقلقش حقوقك محفوظة إن شاء الله أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر ولكم التعليق ننتقل مع بعض الخبر آخر وانهيار أسعار الدهب الجرام وصل للرقم ده بعد انهيار الدولار في السوق السوداء الدنيا تغيرت النهاردة تماما الدهب هبط هبوط رهيب جراءه معيار 21 اللي كل الناس بتشتريه بقى ب2950 جنيه ده بعد ما كان وصل ل3400 جنيه في بعض الأيام اللي فاتت السبب في الهبوط ده زي ما قلت لكم مشروع رأس الحكمة وأنا أقول لكم تاني وتالت ورابع أن مشروع رأس الحكمة ده هيخلي الدنيا تنزل والأسعار تنزل دلوقتي الدولار نزل في السوق السوداء والدهب نزل في سوق الصغة بكرة إن شاء الله الأسعار هتنزل وبإذن الله أنا هحس قبليكم بالتغيير بإذن الله نحس بالتغيير في أسعار السوق والسلع بالنسبة لل35 مليار مصر هتاخد 15 مليار دولار في خلال أسبوعين وعشرة مليار دولار هتجيلها كاش من بره وخمسة مليار دولار هتكون تنازل من الإمارات عن جزء من ودائعها في البنك المركزي المصري ده كله هيساعد إن شاء الله على تحسين الاقتصاد المصري وده هيخلي سعر الدهب ينزل أكتر أقول لحضراتكم أسعار الدهب بالتفاصيل جرام عيار 24 بيسجل دلوقتي 3371 جنيه ونص عيار 21 بيسجل 3000 جنيه وعيار 18 بيسجل 2528 جنيه ونص وجنيه الدهب بيسجل 23600 جنيه فلو كنت بتفكر تشتري دهب دلوقتي فأنا بقول لحضراتك ده الوقت المناسب ناس كتير بتقول الدهب هينزل وناس بتقول هيزيد خلينا نفهم بقى الموضوع من الأول في الفترة اللي فاتت الدولار كان غالي في السوق السودة فده كان بيقصر على سعر الدهب وبيخليه يرفع لكن دلوقتي الدولار بدأ ينزل وده معناه إن الدهب هينزل معه كل ده بيقول لنا إن الدهب هينزل في الأيام الجاية بس ماينفعش نعرف هينزل كام بالضبط السوق متقلب جدا في الفترة دي في حاجات كتير بتتأثر بسعر الدهب زي سعر الفايدة في أمريكا وزي الأحداث العالمية لكن اللي أكيد إن الدهب هيكون أرخص من دلوقتي فلو كنت بتفكر تشتري دهب يبقى دلوقتي وقت مناسب وبرضو الأيام الجاية وقت مناسب بس خلي بالك من تقلبات السوق وما تستعجلش تشتري وما تحطش كل فلوسك في حاجة واحدة وخلي بالك كمان من النصايح دي اشتري الدهب من محل موثوق فيه وتأكد من عيار الدهب قبل ما تشتريه واسأل عن سعر المصنعية قبل ما تشتريها لإن خلي بالكم كل محل لطريقة حسبة مصنعية مختلفة يعني المحل ده هتلاقي المحل لجنبه مختلف تماما عن سعر المحل ده لو ده بيبيع على الجرام أو بياخد على سعر الجرام 50 جنيه هتلاقي المحل لجنبه مثلا بياخد 60 جنيه على الجرام الواحد لازم نخلي بالنا من النقطة دي واهم حاجة واهم نصيحة ما تستعجلش تشتري وما تحطش كل فلوسك في حاجة واحدة الكلام ده مهم جدا ولازم الناس تاخد بالها منه خصوصا في ظل تقلبات السوق اللي موجودة دلوقتي جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحيكم مصري ميديا بإذن الله أشوفكم قريب جدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة